تنويها ممنوع دخول أصحاب القلوب الضعيفة اسمي أحمد متجوز من 9 سنين وعندي بنتين أحلى حاجة في حياتي ممتهم اسمها مريم طبعا كنت ساكن في شقة كويسة جنب أهلي بس ترقيت في شغلي وانتقلت لموقع جديد للشركة منطقة ساحلية بس في منطقة مقطوعة شوية الشركة وفرتلي شقة قريبة من موقع شغلي الجديد وبالفعل نقلنا فيه بس مراتي ما كانتش مفقف الأول علشان مش عاوزة تباة عن أهلها بس لما ألحيت عليها وفقت ابتدت حكايتي لما في يوم مراتي قالتلي إنها بتسمع أصوات غريبة فقوض الشقة ولما بتدخل تشوف فيه إيه مش بتلاقي حاجة كنت دايما بحاورة منها وقول لها تهيقات بس علشان ما خدناش على الشقة أو كده وبيني وبينكم أنا كمان بمسدقش في العفاريت والحاجات دي مراتي بتدت تخاف وشكوتها زادت لما بتدت تشوف حاجات كمان مش بس تبتسمع وكمان بناتي بيقول إنهم بيشوفوا حاجات غريبة في يوم صحيت من النوم على سرخ مراتي جريت بسرعة تجاه السرخة اللي كانت جاية من الحمام لقيتها وقع على الأرض والمغمى عليها شلتها وخدتها على السرير وبتدت فوقها بعد وقت مش قولي الفائت وكانت مفزوعة جدا ومرعوبة ومسكت فيها جامد وتتراش وتعير وتقول لي لازم نمشي حالا من البدة مش حينفع نعود هنا تاني هيقزونا إحنا وبرتنا هيقزونا هم مين وإيه اللي حصل في الحمام أنا سمعت صرخاتك جريت على الحمام لقيتك وقع إيه اللي حصل يا حبيبتي أنا كنت دخل الحمام أخسل وشي وبعد ما دخلت لقيت باب الحمام اتقفل علي جريت عليه وحاولت أفتحه ما فتحش وحسيت بحد معي في الحمام اترعبت وقعدت على الأرض وفجأة اللمبة طفت واشتغرت بسرعة ولقيت واحدة شعرها منكوشة وملمحة مرعبة في وشي ما حستش بحاجة تاني قلت لها يا حبيبتي أنا سمعت صرخاتك رحت لقيتك وقعة والباب مفتوح وما بيش حد غيري تلاقي انت يا عصابك تعبانة شوية وزي ما قلت لك تهيئات وبعدين أنا كل يوم برجع بالليل وببقى صاحي الوقت متأخر وما شفتش حاجة ولا حست بحاجة بصراحة كنت حاسس إن هي اللي بتعمل كده علشان مش عاوزي تقعد هنا وعاوزنا نرجع تاني لشاقتها جنب أهلها قالت لي أنا مبجدبش عليك ولازم نمشي من هنا فورا انت مش خايف علي طي مش خايف على بناتك قلت لها طبعا خايف عليكم وخدتها في حضن لحد ما هديت خالص وتطمنت وما حدش نام اليوم ده وجابت بناتنا ناموا معانا في الوضع الصبح كان لازم أنزل شغري ما ست هاشغل لما وعدتها أني هاخد أجازة ولما أرجع هنرجع شاقتنا قديمة نغير جو ونشوف أهلنا علشان أعصبها تستريح قضيت اليوم عادي في الشغل وخدت فعلا الأجازة وروحت عالشقة خبطت على الباب فدحت لي قلت لها أنا خدت الأجازة جهزت نفسك عشان نسافر سابتني مردتش علي ودخلت الحمام قلت لسه أعصبها تعبانا دخلت قطي أغير هدومي لقيت بناتي على السرير قعدت وسطه ومفضلت لعبهم بس برضو ما كانوش بيتحك ولا بيلعبوا تليفوني رن ده رقم حماتي رديت أيوة يا ماما عاملة إيه والصدمة امراتي هي اللي بترد علي أنا مريم معلش يا أحمد أنا ما قدرت تشعر دقيقة واحدة في البد ده أنا كنت مرابة وكنت لازم أسافر وكأن فاكأة جسم تجمز مش عارف أرد طب مين اللي في الحمام والأول مرة حستت بالخوف والرعب حاولت أجمع عصابي وضمت ولادي الحضمي وبسط واتي قلت لها طب إزاي سافرتي وسبتي لعيالة واحدهم ردت وقالت أنت مجنون البنات معي طبعا أبقى حصلنا أنت بقى التليفون وقع من إيدي قلبي وقف باب الحمام اتفتح بصت جنبي أشوفها نحاضم مين واتفزعت من اللي شفته حاضم بنتين بس مش بناتي بنتين نفس سن ولادي بس شكلهم مرعب ويبصوا لي نظرة خالت جسم ترعش بصت على باب الحمام لقيتها خرجة منه بس برضو مش مريم خالص واحدة شكلها ممسح شعرها طويل واسود والشهة مش باين من كثة كسافة شعرها زي ما مريم وصفتها بالضبط حاولت أقوم رغم أني ما كنتش حاسس برجلي من الخوف بس البنتين كانوا مكلبشين في إيدي وما قدرت تتحرك من مكاني دخلت الأوضة قربت أكتر مني بيني وبينها مفيش جسمي كلهم ولا حرارة رهيبة وفي نفس الوقت بيترعش خلاص وشها بقى فشي تخيل الموقف سامع نفسها وفجأة رفعت رأسها وشها بان منظر ما شفتوش ولا هشوفو تاني ما قدرت شابص غمت عيني حسيت بإيد بتلمس جسمي والنفس بقرب أكتر تقريبا وشها لمس وشي وبصوت واتي غريب خشن قدت ليه أنا مش هأزيج للوقت بس قدامك ثلاثة أيام تفك اللعنة وتحرر أرواحنا أنا وبناتي إلا هأزيج أنت وماريا مبناتك وكررتها ثلاثة أيام البنات ثابت إيدي وفتحت عيني دقتهم داخلين الحمام هم التلاثة وقبل ما تخش لفت رأسها وقالت لي أوه عترمي العروسة قدامك ثلاثة أيام ودخلوا الحمام والباب تقفل لوحد وراهم أنا خلاص تقريبا نهارد وقعت على الأرض ومحسنتش بحاجة فوقت بعدها مش عارف بعد قد إيه على تليفوني بيرين ماريا أحمر أنت فين قفلتي ليه وما كنتش بترد علي طميني عليك قلت لها أنا كويس حغير وهسافر واجه حالة خلي بالك من البنات وقفلنا قمت بالراحة فتكرت كل حاجة واستعاست بالله وقمت خرجت من الشقة بالراحة وأنا في قمة الرعب وقلت هسافر وعن مرة فكر في اللي حصل لعنت إيه وعروسة إيه أنا مش حاجة الشقة لي تاني وهقدم على الطرب ورجع مكاني القديم والحمد لله على كده إننا متإذناش أنا ومريم وبناتي رجعت البيت وحماتي كانت عندنا مريم كلمتها عشان أعصابها تعبانة توعد معا لحد مرجع سلمت عليهم وتطمنت على بناتي وحماتي سابتنا وروحت بعد ما قلت لي قوعد روح الشقة لي تاني بعد ما مراتي حكت لها طبعا وقلت لها مش هروح مراتي قلت لي وكانت متعصبة مصدقني مش مصدقني براحتك بس أنا مش هسافر تاني معاك إنت ما شفتني أنا شفتني وأعرف مراتي بصدقك اتفاجأت منهارت أكتر وقالت لي شفت ما كنتش بكدب عليك وتعيط عمالة بحاول لهديها وطمنها إننا خلاص مش هنرجع تاني وفجأة نسمع صرخة من قط البنات تلعنا نجري إحنا اللي اتنين واللي شفتوا مع بناتي سعقني وشليني في مكاني لقيت أربع بنات في القوضة بناتي والبنتين التانيين اتصدمت أنا ومريم أول ما شفناهم أول ما دخلنا وشفناهم واختفوا في ثانية جريت على البنات اللي كانوا مخدودين جدا بقول لهم في إيه قالوا لي إن البنات دي شفناهم مرة في البيت التاني ودلوقتي شفناهم مرة واحدة قدامهم وقالوا لنا قولوا البابا ثلاث أيام وأول ما أنتم دخلتم اختفوا مريم مصدومة ومنهارة ومش بتتكلم والبنات مرعبين قلت لهم ما تخافوش يا بنات دولا مش هيئزوكم ومش هيجوا تاني ما تخافوش ومرة واحدة مريم زاعت دولا جم ورانا يا أحمد طب نروح فين أنا مش قادر استحمل أنا بإيه بترعب من خيالي وخايف على بناتي لازم نعمل حاجة اتصرف أرجوك مش عارف أعمل إيه ابتدت أفكر وافتكر كرام الست اللي شفتها قالت لي أفك اللعنة وثلاث أيام ولازم أحرر أرواحهم والعروسة طب إيه معنا الكلام ده حاجت لي مريم على كل حاجة حصلت لي في الشقة وابتدت أن أفكر مع بعض وأخيرا خدت أصعب قرار في حياتي إني أرجع أدخل الشقة وأحاول أحصل على أي أجوبة سعيد بالفعل تاني يوم سفرت وروحت لحد البيت وقفت خايف أطلع بكل صراحة مرعوب بس لازم ألاقي حل طلعت فتحت الشقة دخلت سبت الباب مفتوح ماشيت ببطء الباب ترزع ورايا لوحده جيت لي حالة فزع بس قلت لازم أكمل وفعلا ابتدت أدخل القوض قوضة قوضة وأدور على أي دليل دخلت قط النوم ملقيتش أي حاجة غريبة وبعدين دخلت المطبخ وصالة ملقيتش أي دليل فتحت قط الأطفال ودخلت قلبي وقف ودمي نشف اتصلبت مكاني الست بشكلها المرعب قاعدة في ركني ظلمة والباب تقفل ورايا بس ست ورايا بسرعة لقيت البنتين وقفين ورايا وقفت مكاني ما تحركتش وهنا بتدترفع رأسها وتكلمني وقالت مش هتلاقي حاجة هنا دور على عروسة فضلك يومين وبعدها بصوت عالي ومخيف وبعدين اختفت هي والبنات فتحت الباب وجريت على برا وخرجت جري من الشقة وأنا بقع وبقوم من الخوف جريت في الشارع وقفني غافير المنطقة وقال لي ما لك يا بش مهندس أحمد قعدت معه سألته عن الشقة دي وإيه حكايتها رد وقال لي أنا كنت عاوز أقولك من الأول ما جيت بس الشركة محرجة علي ما حكيش قلت له لازم تقول لي وحكيت له على اللي حصل معي أنا وقصرتي قال لي لأ كده لازم أحكي لك الشقة دي ملك الحج ناصر وحصل فيها حريقة من حوالي ثلاث سنين وزوجته وبناته اللي اتنين ماتوا وهو الحمد للرب النجاه وفضلت الشقة محدش بيقعد فيها والعاوز يأجرها من أهل المنطقة علشان عارفيني الحادثة اللي حصلت فيها لغاية ما جات الشركة بتاعتكم أجرتها من الحج ناصر وكان فيه مهندس قبلك قعد فيها بس ما كملش يومين ومشي ولما انت جيت الشركة نبهت علي ما قولكش حاجة وهو ده كل اللي عارف يا بش مهندس سبته ومشيته مصدوم من القصة طب انا عرفت قصد الست وبناتها بس برضو ما عرفتش اللعنة وزي فكها رحت البيت وحكيت لمريم عن كل اللي حصل اللي قالتلي انها لسه حاسة بحاجة غريبة برضو في شقةنا وابتدينا نفكر تاني وانا قاعد سرحت ونمت وشفت حلم غريب شفت الشقة فيها واحدة جميلة قعدة في ركنه جنبها بناتها اللي اتنين أمرات وشكلهم ملائكي وكانوا بيعيطوا ويصرخ كلهم وفيهم بنتي كانت مسكة عروستها واماها خلت منها العروسة وكتبت على دهرها حاجة وفجأة النار مسكت فيهم والشقة ولعت وهم من جواها بيصرخوا قمت من النوم مفزوة ومريم لقيتها في نفس الوقت كانت نايمة وقامت مفزوعة هي كمان انا شفت حاجة غريبة يا مريم قلتلي وانا كمان وحكتلي نفس الحلم طب السر فين قلنا في نفس الوقت انا ومريم السر في العروسة ايوة العروسة هي ست لما شفتها في الشقة قالتلي العروسة ودلوقتي بعثتنا رسالة ووريتنا اللي حصل وبرضو كانت مسكة العروسة وبتكتب عليها طب هي فين مريم قالتلي اكيد هناك في الشقة وانا مش حرجع الشقة تاني لا يمكن صرخة تاني جات من قط البنات جرينا كالعادة وبسرعة واتصدمنا لما شفنا العروسة في ايد بنتنا وبيتخنقوا عليها جريت على البنات وخدت منهم العروسة وقلت له جبتوها منين قالولي خدناها من الشقة التانية الاينها هناك وكنا بنلعب بيها وجبناها معانا وابتديت الف العروسة ببطء واشوف مكتوبة على ظهرها ايه مكتوبة عليها انا من حرقة نفسي وحرقة بناتي احياء واللي حيقر هذا الكلام ستصبه لعنة هو من حوله ولن تذهب هذه اللعنة الا اذا حرر ارواحي انا وبناتي ولن تحرر ارواحنا الا اذا اتب من تسبب في موتنا في نفس مكان حدوث اللعنة خدت العروسة وخرجنا من قط البنات وابتدينا نفكر وفاك اوقع من العروسة علبة صغيرة وطيت واخدت العلبة وفتحتها ولقيت جبها كرت المومني طب ايه دا ويه اللي جابوا هنا وبدون تفكير دخلت في الفون بتاعي وابتدينا نشوف فيه ايه ملقيناش غير فيديوهات وابتدينا نتفرج عليها نوماريا نفس القودة الست قاعدة ومربوطة في مكانها وبناتها مربوطين في سف القودة من شعرهم وشخص واقف بيضرف فيهم كرباش وهمهم بيصرخوا وهو بيزيد التعذيب ويمسك البنتين ويقطع فيهم جسمهم بقال حدة وكل ما كانوا بيصرخوا كان بيزيد في عذبهم ايه دا ايه البشاعة دي مين دا وازاي قدر يعمل كده في ستة ومعها بناتها الصغيرين مقدرناش نكمل الفيديوهات اللي كان مضمونها كله زي كده كله تعذيب للستة وبناتها من نفس الشخص اللي ما كانش باين في الفيديوهات غير ظهره يا الستة دي تعذبت كتير هي وبناتها عشان كده ممكن تكون هي فاعلة لقتلت نفسها بس دا مين اللي ممكن يكون جزها صابر لأ ما ظنش مستحيل حد يعمل كده في ولاده ايا كان هو مين لازم فاعلة انتعاقب ويحصل فيه زي ما عمل فيهم وانا لازم اساعتهم ودور عليه بس وحتى لو عرفت مين السبب ازاي هدخله الشقة خلاص انا تعبت ومش قادر افكر فضل النهاردة وبكرة هتأذينه زي ما قالت لازم اتصرفه بسرعة مريم قالت لما فيش غير صابر جزها لازم تروحه وتحكيله اللي حصل اكد هتلاقي حل او هتلاقي عنده اي حاجة او تفسير ممكن تساعدنا صابر طب ممكن يكون هو اصلا المقصود ولو عارف وحكيت له اللي حصل لا يمكن هيدخل معايا الشقة واللعنة مش هتروح وقتها وحليت ازيح نوبناتها فكرت فعلا اسافر وقابل صابر بس مش هقوله ولا حكيله على حاجة هفكر في اي حج قابله بيها سفرت فعلا في نفس اليوم وخطت العروسة معايا وروحت قابلت الغفير وقلت له انا عاوز قابل صابر وصف لي عنوان مكتبه وفعلا روحت له خبطت على المكتب واحد فتحلي بصيت له بشدة وبتدي تركز هو ده اللي كان في الفيديو ولا لا لا التاني كان جسم اكبر من ده بكتير يا استاذ يا استاذ في ايه وقفتوا تنحت كده ليه عاوز مين قلت له انا اسف سرحت بس شوية حضرتك لو استاذ صابر قال لي لا انا مدير مكتبه حضرتك عاوز به خصوص ايه قلت له كنت عاوز اشتري الشقة بتاعته ووصفت له انهي شقة بصي لي واستغرب بدا وقال لي انت فعلا عاوز اشتري الشقة دي قلت له اه قال لي طيب اتفضل ادخل اتكلم مع استاذ صابر دخلت لئيد شخص قاعد تقريبا نفس الجسم اللي في الفيديو بس معقول يكون هو ازاي حضرتك انا احمد وجاي لمنطقة جديد وكنت عاوز اتفرج على شقة حضرتك عشان عاوز اشتريها وما قلت لهوش طبعا يتابع الشركة واني اللي كنت زاكن فيها اه بس انا مأجر الشقة دي فعلا يا هندسة للشركة عارف يا استاذ صابر انك مأجرها بس انا قابلت غفير من هناك وقال لي ان الشركة هتسيبها وبعدين ان هشتري مش هأجر وحديك سعر كويس فكر شوية وقال لي ماشي وكلم الشركة اللي قالت له فعلا انها هتسيبها وندر المدير مكتبه وقال له خد البش مهندس فارجه على الشقة انا في بالي بقول لأ مديره ايه انا عاوزه هو المهم الراجل قال لي تفضل يا بش مهندس خدني وروح نشقة وعند الباب مرضيش يدخل معايا ودخلني وقفل بحجة ان اتفرج براحتي دخلت خراس الرهبة تشارك من قلبي رحت على طول على قط الأطفال وشفت المنظر اللي في الفيديو بعيني البنات متعلقين وهي مربوطة في القضاء وبيصرخوا بصدفة زيعة ومع الصريخ قالت لي جيد تاني ليه لوحدك هاتو تعالى فضلك بكرة وفجأة لقيت حدي بيمسك ايدي اتفزعت بصيت لقيت بنت من البنات وقفة جنبي وما اتدالي ايديها حاجة خلتني الوحدي طلعت العروسة وادتهالها خرد مني العروسة واختفت تاني بصيت لقيتها متعلقة مكانها ابتتت ارجع بضهري ببطء لحد ما خرجت من الشقة نزلت تحت وفكرت اجيب ناصر ازاي الشقة مدير مكتبه قال لي عجبتك الشقة يا هندسة قلت له اه عجبتني جدا اديني رقم استه الصابر عشان اتفق معاه واسأله على شوية حاجات بخصوص الشقة طلع الرقم ودهوني خدت الفونه وبعدت عنه وكلمت صابر ايوا يا استاذ صابر انا احمد اللي هشتري الشقة بتاعتك ومدير مكتبك تقريبا نزل مفتاح ومعرفناش ندخل الشقة للأسف وهو تلفونه فصل لو حضرتك تقدر تجيب المفتاح وتيجي عشان الحق اتفرج عليها علشان لازم اسافر النهاردة وما فيش وقت فكر شوي وقال لي حاضر حاجة الفون رجعت لمجير مكتبه وقلت له اني كلمته وهو حيجي منخلص كل حاجة هنا وبيقولك رجع انت المكتب فعلا خدع ربيته ومشي وشوية وصاب الجاه جبت المفاتيح اه جبتها طب يلا تعال فرجني على الشقة طلع معايا وانا حسس انه مش عاوز يطلع بيقدم رجلي باخر رجل لحد ما وصلنا للشقة فتح الباب وقال لي تفضل دخلت وبعدين هو دخل ورايا وبتده يفرجني على الشقة وهو مرعب بيحاول يخلص بسرعة دخلني كل القعد معا ده قدت الاطفال قلت له امال دي قدت ايه قال لي دي قدت الاطفال قلت له طبش هتفرجني عليها قال لي لازم يعني قلت له بالمرة عشان اكون شفت الشقة كلها قال لي دخل شفها فتحت ودخلت والمنظر كان كما هو عليه بس المرة دي كانوا مبتسمين كلهم البنتين وامهم بصالي وكأنهم منتظرين يدخل من سنين صابر واقف برا القوضة مش عاوز يدخل وبيقول يلا يا هندسة البنتين فكوا نفسهم من السقف ونزدوا ومشوا من جنبي هما بيبصولي وبتسامع على وشهم المتشوه وخربوا عرا برا واسمعت صابر بيصرخ بصيت وراي لقيتهم جايبينه ودخلين بالقوضة وهنا بتنزل ام تقوم من مكانها وشكلها مرعب وقربت منه وبصوت فضيح سعقني قالت لي اخرج برا وهو بيصرخ ويقول ما تسبنيش خرجت ومبصتش وراي الباب ترزع وراي خرجت من الشقة ما سمعتش غر سريخ صابر نزلت تجاري مش قادرة تنفس جسمي بتراش سافرت على طول قابلت مريم وطمنت عليها هي والبنات وحكيت لها عن كل اللي حصل وانه خلاص كده اللعنة تفكت وبقينا في امان لو عجبك الفيديو وتنساش لايك الفيديو والاشتراك في القناة ليصلك منا كل جديد ترجمة نانسي قنقر